السلام عليكم و اعطوا الله و بركاته عندنا درس و درس اليوم مبني على الدرس اللي راح الدرس اللي راح كان نظري كيف يضيف مستخدمين تضبط الصلاحيات و شرحنا موضوع الصلاحيات والمستخدمين والمجموعات و قلنا الدرس اللي راح مهم جدا لمدير السيرفر و ايضا مستخدم اليومي للنظام ممكن يستفيد من شغلات هذه لكن مدير السيرفر ضرور يعرف كيف يسوي حماية المجلدات وملفات السيرفر عن طريق ضبط العددات في حكل صحيح لانه اول خطوة من خطوات الحماية هي الحماية الداخلية قابل ما نتذكر بالحماية الخارجية لازم نسوي حماية داخلية لملفاتك او لأي محتوى للسيرفر طبعا لانه اساس النظام قنو و لينيكس كله ملفات فلازم تهبط موضوع الملفات اي درس اليوم طبعا ندخل موضوع على طول نظري لذلك اللي ما تعفوا عملي لذلك درس امس ترى مبني على درس اليوم عفوا درس اليوم وابني على درس امس لذلك اللي ما شف درس امس ممكن يمشي ميعي اليوم لكن في حاجات ممكن ما اسرح اليوم ولينيسرحته امس لذلك اللي تشوف درس امس قبل ان تيجي حق اليوم طبعا درس حق امس نفس عنوان حق اليوم لكن اسمه نظري يمكن تبحث عنه بالقناة او باليوتيوب بشكل عام ممكن تحصل شرح طيب ندخل حين امس وين المستخدمين هذولا كمثال بدر وخالد ضمن مجموع اسمه اي تي وعندونا عبدالمجيب وفارس ضمن مجموع اسمه البرمجة او المبرمجي بروغرامرز طيب نفتح الطرفية الحين ونقول باسم الله اول شي سوي اللي هي اضافة المجموعات يكنت مجموعات ما بعندك ليش عرشان بعدين ما انك تروح وتعدل وتخربط اضاف المجموعات مباشرة لذلك هنتوي سودو طبعا ليش سودو ليش ما تخل سوء على طول كروت ونستريح طيب رح نضيف المجموعة اضافة المجموعة نضيف مجموعة أضافنا مجموعة عندنا اضافة المستخدمين رح نضيف مستخدمين ومن موجدين أص trial لهم ثلاثة فين المستخدم موجود اللي يعيد المجموعة ما رح نضيفه طيب user Add G G يعني Group ايش ال group رح نضيفه هنا تمام ممكن تحت حرف M إذا كنت بتضيفهم بتجلد بالهم لكن أنا ما رح نضيفه باعة لها جي فقط طيب اي تي بعدين مجموعة الـ IT مجموعة الـ رح ندخل الـ cd users ونضيف الـ اللي حابين نضيف رح نسوي مجلدين مجلد الأول اسم i-t خاص مجموعة الـ IT رح يكون فيها ملفاتهم ملفات الأكسل مثلاً لو عنده ملفات أكسل ملفات الـ LibreOffice لو عنده ملفات الـ LibreOffice ملفات تصميم ملفات صور فوتوشوب أي شي رح يكون موجود هنا مجموعة الـ IT رح نسوي ميك داير و ميك داير ثاني اللي هو وبروغرامرز بروغ بلازم بروغرامرز طيب الاسئل عرشان نشوف التصريح لاحظ مئة التصريح التالي وهو شرحناها امس لكن راح اشرح على السريع الان تصريح الافتراضي قراءة كتابة تنفيذ قراءة كتابة تنفيذ لأي شخص ضمن مجموعة وقراءة بدون كتابة وتنفيذ طبعا قراءة تنفيذ لأي شخص بره المجموعة وغير المالك نفس الحكاية البروغرامر الان جاولت ضبط المجلد صح بشكل صحيح اوكي راح سوي change group change GRP بالشكل هذا ثم المجموعة مجموعة IT ناقص R لو فرضا المجلد في ملفات ثانية تاخذ نفس التصريح او تاخذ نفس المجموعة IT بالشكل هذا وراح نسوي change group مرة ثانية لبروغرامرز تمام ناقص R بروغ الحلسة هنا الاس راح نشوف في شي تغير اللي هي المجموعة طبعا المالك ما علينا منه يصير اي مالك طبعا يفترض يكون المالك الشكال هالي يلعب لذلك انشئ عن طريق الروت هذا الـ IT وهالي البروغرامرز ماشي ماشي اوكي اجرب شغلة بسيطة لو كتبت SU عبد المجيب ودخلت كعبد المجيب الحين انا عبد المجيب سويت CD IT تمام ودخلت حين اضمن مجموعة اللي هي اضمن مجلدة الـ IT اضمن مجموعة اللي هي اضمن مجموعة اللي هي الـ IT طيب نسوي SU فارس بدر اوكي ندخل بسورد حق بدر او ما عطينا بسورد البدر نسوي بسوردات المستقبلين عن طريق باسود هذا بدر اوه طيب SU باسود بدر باسود حطنا له باسود وخالد هذا الباسود وهذا فارس وهذا باسود الحين نسوي الدخول عن طريق منه بدر اوكي طيب انا دخلت كبدر الحين ايش رح تسوي طبعا انا دخل مجلدة الـ IT لو طلعت شوي اوكي هاد المجلدة الموجودة سويت CD IT سويت تست بدر اضاف بدر عادي جدا ليش ان بدر عنده او اساسا بدر ضمن مجموعة الـ IT طيب لو جاء بدر طلع هين وروح تلم عن طريق CD سويت نفس حكاية تبدر ما تقدر تكتب هنا لكن تقدر تقرأ فقط كيف اضبط التصريح أفضل نجي هنا الموضوع حسن من هذا كله انا انا اطلع طبعا انا اطلع من هنا ادخل كروت اوكي CD طيب لاحظ التصريح التالي اللي هي قراءة كتابة تنفيذ قراءة كتابة تنفيذ ثم قراءة وتنفيذ فقط يفترض انك اي شخص برا المجموعتين هذي تمنعوا منعا باتا انه يدخل الا في حال انك تسمح لهم كيفك لكن يفترض انك تمنعهم علشان ما ادخل غير الناس المصرح لهم فقط كيف تمنعهم بالمعادلة اللي درسناها امسا اللي منع معادلة اربعة اثنين واحد قلنا اربعة قراءة اثنين كتابة واحد تنفيذ اذا تجمعهم مع بعض يعطيك سبعة ماشي طيب راح يسوي تشينج مود سبعة المالك المالك يقدر يكتب وسوي اليابي اللي هو الروت سبعة لاي شخص ضمن مجموعة الاي تي البروغرامرز طبعا احنا هتكلم عن الاي تي صفر لاي شخص برا المجموعات هذي ما راح يسوي شيء ثم نفس الحكاية ناقص ار اي تي نفس الحكاية بروغ سوي الاسئل لاحظ انه هنا عطاك داش ما في شيء يعني عبد المجيب ما يقدر يسوي اي شيء برا المجموعات هذي عبد المجيب لو سويت اسيو عبد المجيب احنا نعبد المجيب سويت سيدي اي تي قالك فرميشن دينايد حتى ما تقدر تقرى لكن لو سويت اسيو بدر تمام وحطيت البسوات حق بدر ثم جيت ودخلت سيدي اي تي بدر عادي دخل هذي فكرة اللي تصريح الان بدر واي شخص ضمن مجموعة الاي تي يقدر يشتغل عراحته لاحظوا سوية الاس بالشكل هذا عسا نختم فيها الحلقة تمام الاس لاحظت الصريحة التالية هذا المالك له اي تي اي شخص ضمن مجموعة الاي تي يقدر دخل مجلد هذا اي شخص ضمن مجموعة البروغرامرز يقدر دخل مجلد هذا عدا ذلك ما يدخل غير الروت حبيت تغير المالك المجلد الى شي ثاني يعني مثلا دخلنا على السودو اوكي وسويت والله تشينج مود او عفون تشينج اونر زي تشينج جروب في تشينج اونر وسويت هنا عبد المجيب اوكي هنا راح تغير الموضوع شوي ر اي تي اوكي او بروغ احين عد المجيب يقدر يطل على راح توليش لانه هو المالك لهن لاحظنا المالك هنا عبد المجيب لو دخلتك عبد المجيب اس يو عبد المجيب دخل يقدر يكتب يقدر يسوي اليابي ليش لانه حصل هو المالك وصار عنده التصريح الثلاثة هذي قراءة كتابه تنفيذ انته الدرس هذا الدرس مهم جدا المديراء السيرفرات ندير السيرفر لازم يحمي نفسه داخليا قبل ما يفكر بالناس اللي بارة يالله وسلامه